في عدن لا يمر يوم دون أن تكون هناك حملة أمنية في طريق ملاحقة العناصر المسلحة فبعد أن شهدت المحافظة مؤخراً أعمالاً إرهابية تمثلت باختيار العديد من الشخصيات ومهاجمت مراكز حكومية ها هي تنطلق حملة أمنية جديدة هذه المرة في مديرية كريتر أهم مناطق عدن حيث ما تزال قوات الأمن تخوض معركتها المستمرة مع الجماعات ذات الطابع العقائدي لن يكون ما يجري في كريتر ما جرى في المنصورة واهم من جالس في أجقة ينزل الرعب بأهله فهو بلطقي فقط ومعجور لتلك الخلايا الإرهابية القنانية وغيرها الحملة الأمنية التي نفذت بالمدينة القديمة انتهت بضبط متفجرات وكميات هائلة من الذخيرة والأسلحة وتأتي الحملة في ظل دعم من دولة الإمارات التي سلمت 11 سيارة مقدمة لتعزيز دور الأجهزة الأمنية في عدن وبحسب مصادر فقد تم القبض على عدد من المطلوبين المسلحين بعد اعتدائهم على منشآت حيوية بينها المكتبة الوطنية وقاموا بابتزاز المواطنين وفرض إتاوات على التجار يوما بعد آخر تستعيد المدينة التي عصفت بها الفوضى جزءا من عافيتها وألقها وها هي تحاول استرداد بعض الزخم المفقود منذ أيام الحرب التي عاشتها منتصف العام الماضي اشتركوا في القناة